يقول أصلي التراويح بالمسجد مع الإمام إلا آخر ركعة أصليها في البيت هل عمل هذا صحيح؟ هو جائز في النهاية التراويح سنة يعني ليست أمرا واجبا حتى يقالنا عملك غير صحيح جائز لكن الأفضل أنك تكمل الوتر مع الإمام وإذا كنت تريد أن تصلي إذا رجعت إلى البيت سواء بعد أن تصل إلى البيت أو في آخر الليل فلك أن تشفع الوتر يعني إذا سلم الإمام من ركعة الوتر لا تسلم أم وقيت بركعة فتكون شفع الوتر الذي كان مع الإمام ثم تصلي ما شئت وتوتر في آخر الليل